وانا بالمرة بتكلم على الحاجات الكويسة يعني حديد عز انتاجت سنة دي في ستة واتنين من عشرة مليون طن خام خلال سنة تلاتة وعشرة مليون طن مجموعة واحدة مجموعة عز انتاجت ستة واتنين من عشرة مليون طن صدرت منهم اثنين واربعة من عشرة مليون طن تصدير بقيم التصدير كان واحد وستة من عشرة مليار دولار يبقى مجموعة صناعية واحدة قلعة صناعية واحدة صدرت واحد وستة من عشرة مليار دولار من جملة صدراتنا اللي هي خمسة واربعين مليار دولار يعني رقم التصدير احسبوها لي اولاد واحد وستة من عشرة على رقم التصدير هيطلع مثلا حوالي اثنين في المية ثلاثة في المية من جملة صدرات يمكن كلها انجاز ان انا يعني احسبها بسرعة لكن مجموعة اسطلية الأولى عربيا في صناعة خام في الحديد السلب الأولى عربيا وأفريقيا يعني احنا نحن قادرون على أن نتسيد صناعيا ده الفكرة نعايز اوصلها الفكرة المعلومة لأنه ده افصح المرسل للبورسة المصرية عن نتائج أعمال الشركة في 23 قالوا الشركة صدرت صدرت 2.4 مليون طن منها منتجات صلب 1.4 من 10 ولفاقف مدرفلة الباقي وصدرت مقيمته بـ 1.6 من 10 مليار دولار المجموعة طلعت في المركز الأول عربيا وأفريقيا وقالوا أنه بيجي بعدها في رقم 2 سابق السعودية وشركة الإمارات للصلب في المركز الثالث يعني مجموعة عز رقم 1 عربيا بعدها سابق السعودية بعدها الإمارات للصلب رقم 3 طبعا القائمة دي شاملت 109 منتج للصلب انتاجهم بيزيد على 3 مليون طن مجموعة عز انتاجت 6 و 12 مليون طن من الصلب الخام ترتبها بقى تقدم على شركات عالمية برزة زي كوبستيل اليابان وتوسيالي القبضة في تركيا وسلسجيتر في ألمانيا وسلسل الصلب في أسبانيا ومجموعة لبيرت في المملكة المتحدة في أستراليا يعني يا جماعة احنا عندنا قلاع صناعية نقدر نتسايد بها صناعات كثيرة يعني مجموعة عز استطاع التصدير 3% من صدرات الدولة المصرية إذن الناس دي نكحة 3% من صدرات الدولة المصرية 1 و 6 من 10 مليار دولار وتتسايد الدول العربية والأفريقية رقم واحد في الشركات الصناعية ثم تتفوق على شركات عالمية تركية وبريطانية وأمريكية وغيره معناها ان احنا قادرون على النجاح وتحقيق النجاح بصرف النظر عملي النجاح يا جماعة وانا قلت هذا الكلام المفروض هذه الشركة والقائمون عليها والموانسة احمد عز يكون لهم وسام الاحترام ليه؟ لانه بالفعل نجحنا قبل ما يجي زميلي بولي ده اعلان 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 يا سيدي يا سيدي اعلان اعلان هو احنا ما احنا بنتكلم في الفاضي والمليانة كتير خلينا نتكلم في المليانة شوية يا جماعة ونشيد بهذا الانجاز الذي اعتقد انه نموذج للشركات القادرة على صناعة النجاح اشتركوا في القناة